فيلمنا دكتور سترينج بيبدع مع ساحر اسمه كاسيليوس وهو بيسرع صفحة من كتاب سحري وبيتجيله ساحرة قوية اسمها انشانت وان وبتحاول توقفه فبيطلع يجري هو ورجالته منها وهي بتدخلهم في حاجة اسمها بعد المراية وبيبدأ ويواجهه بعض لحد ما كاسيليوس فتح بوابة لمكان تاني وهرب وبعدها بنتعرف على الدكتور الجراح ستيفن سترينج وزميلته كريستين وهو دكتور اعصاب شاطر جدا ولكنه مغرور جدا وبيتفقوا هما الاتنين ان هم هيروحوا حفلة بالليل وسترينج وهو في طريق وكان بيتواصل مع المساعد بتاعه واتلها مع التليفون وعمل حادثة وعربيته تقلبت واغم عليه وبنشوفه بعدها في المستشفى وبنعرف ان حصل له تمزق في اربطة ايده وعصاب ايده تلفت وما بقاش قادر يحرك ايده وركبوله مسامير كتير وكريستين فضلت جنبه وبقت بتساعده ومع الوقت عصابه تحسنت شوية بس مرجعش زي الاول وبيتواصل مع دكتور جراح علشان يعمله العملية لكن الدكتور ده رافض وشاف العملية هتفشل وبكده وظيفة دكتور سترينج كدكتور جراح انتهت علشان ايده بتتهز وكريستين بيت بتقنعه يكمل في حياته ويحاول يتعقلم على اللي هو فيه وهو اتعصب عليها وقال لها خليك في حالك وما تعمليش فيها مهتمة بيا وهي طبعا اتضايقت وثابت ومشيت وستيفن عارف بمريض قديم كان عنده نفس حالته لكنه خف وراح له عاوز يعرف منه عمل ايه علشان يخف ورد عليه وقال له انا رحت عادت مع ناس في مكان اسمه كاميرتاج وهناك انا خفيت وكان في حاجات كتير اقدر اتعلمها لكن اكتفيت ان جسم يخف فسترينج اخد بعضه وراح يدور على المكان ده وبيفضل يدور لحد ما بيطل عليه حرامية وعاوزين يسرقوه وهو بيرفض فبيعودوا يضربوا فيه لحد ما راجل مقنع بيظهر وبيضربهم بسهولة وبيقولوا لو بتدور على كاميرتاج فتعالى ورايا وبيوصلوا للمكان وبيقولوا المقنع اللي اسمه مدرو ان احنا في مكان الانشانت وان وسترينج لقى الناس بتعاملوا حلو بيتفاجئ ان الانشانت وان بنفسها هي اللي بتديله حاجة يشربها ودي نفس السحرة اللي كانت في اول الفيلم وكانت عرفها وعرفة ايه سبب ميجيه لحد هنا وبيسألها ازاي قدرت تعالجي واحد كان مشلول وخليتي يمشي وهو كان مستحيل يتحرك فقالت له انا معالجتهش انا بس اقنعته انه يقدر يمشي وعالجته روحيا وهو فهم انها بتعرف تجدد الخلايا مثلا وهي قالت له لأ انا بعرف ابجه الروح علشان تعالجي الجسد وهو زع فيها وقال لها مفيش حاجة اسمها روح فراحت منسكته وخبطته في صدره فالقى نفسه بر جسمه وروحه طايرة في الهبة وبعد كده رجع تاني واللي عملته ده كان اسمه الاسقاط النجمي وقالت له انا عملت كده علشان اوريه كده ايه انت جاهل ومحدود وراحت لمس دماغه وطلعته الفضاء وصفرته عبر الاكوان ولقى ايدين طلع من صابعه وودته اماكن غريبة وبعد كده رجعته المكان وهو كان مبهور ومش مسهدق نفسه وطلب منها انها تعلمه بس هي رفضته طردته برا وهو فدل يخبط على الباب وبيطلب انها تدخله والمايستر مدرو قال لها ان سترينج بقى له خمس ساعات وايف برا على الباب والشكله قوي ومش بيستسلم بسهولة فقالت له انا خايفة بعد ما علمه يطلع شبه كاسيليوس فقال لها كاسيليوس سرق صفحات من الكتاب ولو فك شفرتها هيحل الضمارة على العالم وانهم اكيد هيستفادوا من سترينج لو انضم معاهم فوافقت انها تدخله وبتوعد معاه وتبدأ تعلمه وتقوله ان احنا بنسخر طاقة المصحوبة من الاكوان المتعددة لالقاء التعويزة والخل السحر وهو قال لها انا هعمل كل ده ازاي فقالت له بالتدريب وراح المكتبة علشان يدرس السحر وقابل امين المكتبة اللي اسمه وونج وعاوز منه كتاب جديد علشان هو خلص ثلاث كتب ولما دخلوا عنده كتب المعلمين الكبار سترينج شاف الكتب بتاعت الانشانت وون وسأل وونج هل هي محرمة على الكل ان حد يراها فقال لونج في كامرتاج مفيش حاجة محرمة بس الكتب دي متقدمة قوي على الكل لما عادة السحر السوبريم او الانشانت وون اللي اتنين واحد ولما سترينج مسكوا وفتحوا ولاقى في صفحات معطوعة فقال لونج ان ده اكتهب دراسة الزمن واللي قطع وصارى صفحاته كان ساحر سابع عندنا واسمه كاسيليوس وبيقول له انا دلوقتي حامل مكتبة وهقتل اي حد يفكر يسرقها وسترينج خاف منه ومشي وكاسيليوس بيبدأ يطبق ويستعمل السحر اللي مكتوب في الورق اللي سرقه وبنعرف ان هوبا ورجالته بيعبدوا كيان اسمه دورمامو وبيعمل تعويز علشان يستدعي قوته ويعرف يحارب الانشانت وون وسترينج المفروض انه بيتعلم زيه زي الباقي لكنه بسبب اعصابه ومش عارف يعمل حاجة وبيدلهم خاتم اسمه خاتم الانتقال وده بيسمح لهم يسفروا عبر الكون وكل اللي عليهم انهم يتخيلوا هم عاوزين يروحوا فين ويتفتح لهم بوابة للمكان ده وسترينج لسه مش عارف يعمل حاجة وبيروح يكلم الانشانت وون وبيقول لها المشكلة في ايدي فبتقول له لا المشكلة مش في ايدك وبتجيب له مايستر ايده مقطوعه وفي نفس الوقت ساحر عادي وهي بتقول له الحل ان غرورك يستسلم وقوتك هتزداد وفتحت بوابة وراحوا لقب من جبل افرست وقالت له استسلم وسبته مشت وكانت مستنية هو اللي يفتح بوابة من عنده ويرجع بنفسه وسترينج قاعد يحاول ويحاول لحد ما فعلا قدر يرجع تاني وبعدها راح لوونج وعاوز منه كتاب عن الاسقاط النجمي وونج كان رافض وشايف ان لسه بدري عليه فسترينج استغل لموهبته الجديدة وقاعد ياخد الكتب اللي عايزها وفعلا قدر يتعلم الاسقاط النجمي والإنشانت واند منفسها قالت له انك اتطورت بسرعة وبتقول له انت دلوقتي محتاج مكان آمن علشان تتدرب على السحر بتاعك وفتحت مكان اسمه بعد المراية وده مكان موازي للعالم الحقيقي بس اي حاجة بتحصل هنا مش بتأثر على العالم الحقيقي وبتقول له في الغالب بنستعمل بعد المراية علشان نتدرب ونرائب ونحتوي التهديدات ولما قالها توصودي ايه بالتهديدات وديته المكان تاني وقالت له ان في عدد من الاخطار لا نهائي ومرضتش تقول له كل حاجة ما يعرفه شو سايبها لوقتها وبعدها بيروح المكتبة وبيرى كتاب الزمن وبيلاقي صفحة عن عين اجميته والعين دي بتكون في المكتبة وجواها حجر الزمن وهو حجر من احجار الانفينيتي ستونز وبيلبس السلسلة بتاعت العين وبيبدأ يتعلم ازاي يشغلها وبيلاقي نفسه قادر يتحكم في الزمن ويرجع تفاحها لقدامه وكأنها لسه متكلتش وكمان بيقدر يرجع صفحة المسروقة لمكانها في الكتاب بس بيخش عليه وانجو ومضره وبيوقفوه وبيقولوله اللي انت بتعمله ده خطر وان التلعب الزمن ممكن يخلق فروع تانية في الزمن وصغارات زمنية وبياخدوا منه الكتاب وبيستغربوا المفهم اللي في الكتاب ده بسرعة وبيفهموا ان احنا الصحراء بنحمي العالم من الاخطار الكونية وفيه ثلاث معابد اللي نتعاملوا ومتصلين ببعض واحد في هونج كونج واحد في نيويورك واحد في لندن واخطر واحد من حربه اسمه درمامو وهو عايش بر حدود الزمن وهو مستعمر كوني بيدمر العوالم وعاوز يدمر الارض وعاوز يدمر المعابد بتاعتنا التلاتة علشان يعرف يتحرر ويدمرنا والصفحات اللي سرقها كاسيليوس هي للتواصل مع درمامو ومرة واحدة له كاسيليوس داخل عليهم وبيحربهم بعد ما دمر معبد لندن وسترينج بيفوق وبيلاقي نفسه في بعد المراية وبيمجه كاسيليوس ورجالته وطبعا ما كانش قادر عليهم لوحده بس في وسط المعركة دي في دولاب لعباية حمرة قصر والعباية بقت متلازمة مع سرينج وبتنقزه وبتبعده عن الخطر وبتوجهه الاسلحة متعلقة في الحيطة وسترينج رمحها عليه وكتفته في مكانه فكاسيليوس ملقاش حل قدامه غير انه يقنعه بافكاره الشريرة وبيقوله كلنا رحنا الكاميرتاج علشان نتعالجه في الاخر الانشانت وانه علمتنا السحر لأ وخلت السحر القوي والحقيق لنفسها ووقتها بيهجم على سرينج واحد من رجال كاسيليوس بخنجر في صدره والعباية بتنقزه منه وبيفتح بوابة للمستشفى اللي كان شغال فيها وبيروح لكريستين وبيطلب منها تعالجه وهي بتحط له لاجهزة ستيفن بيظهر لها بشكله النجمي وبتطرعب من اللي شايفها وبيبدأ يوجهها ازاي تعالجه وتحط الابرة لكن مرة واحدة الشخص اللي العباية مسكية بيطلع هوا كمان وبيروح لسترينج وبيواجه بعض وبتقلب حرب اشباح لكن استرينج بيقدر ينتصر عليه وبيموته نهائيا وبعدها كريستين بتنجح انها تعالجه وبيعتذر لها عن اللي قاله قبل كده وبيحكي لها عن اللي حصل له في كاميرتاج وبعدها بيسيبها وبيمشي وخد العباية الحمرة وبيلاقي مودرو وكاسيليوس لسه بيهاجم المعبد لكن استرينج بيعمل بعض المراية علشان كاسيليوس مايقدرش يدمر حاجة حقيقية بس مودرو بيقول له انهم بكوة درمومو بيكونوا في بعض المراية اقوى فبيطلعوا يجري منهم وبتبدأ اتواجههم لوحدها وهنا مودرو بيعرف انها بتستمدوا قوتها من البعض المظلم وده المفروض مخالف للقوانين لكن كاسيليوس بيقدر يتغلب عليها وبيرميها للعالم الحقيقي وبيروح استرينج ومودرو وراها وسترينج بياخدها للمستشفى علشان يعالجها وبيطلع من جسمه وبيروح يكلمها وبتقول له انا فضلت احارب الشار كتير وكده كده كنت احصل للا انا فيه وبتقول له انت اللي هتقدر توقف درمامو وبعدها بتختفي من جنبه وبتموت وماردرو بيقابل استرينج وبيقول له ان كل اللي بيحصل ده كان غلطة الانشانت وان لانها كان بتحتفظ بالقوة لوحدها وكمان خلفة القوانين وسترينج بيقول له تعالى ناجل الحوار ونروح نوقف كاسيليوس ومش بيبقى فاضر غير معبد هونج كونج بعد ما كاسيليوس دمر اول اثنين ولما بيوصل دكتور استرينج بيكون المعبد اتدمر فعلا ودرمومه خلاص جاي كوكب الارض فدكتور استرينج مش بيلاقي حل غير انه يروح له ويطلع له الفضاء وبيستخدم حجر الزمن وبيدخله في دوامة زمنية بنفس المشهد يعني دكتور استرينج بيجيله ودرمومه بياتيله وبيتعاد تاني نفس المشهد وبيتحبس في الفترة الزمنية دي ودرمومه تجنن وكل شوية بيلاقي دكتور استرينج داخل عليه كيانها اول مرة ومش عارف يعمل حاجة لحد ما اتخنق وعمل صفقة مع دكتور استرينج وصحب كاسيليوس ورجالته ووقف غزو الكوكب الارض وسترينج رجع كل حاجة لمكانها قبل هجوم كاسيليوس وموردر يشايف ان استرينج قصر القواعد باستخدامه حجر الزمن زي ما الانشانت وان قصرت القواعد قبل كده وقرر انه مش هيكون معهم وهينشق عنهم ودكتور استرينج قرر يرجع حجر الزمن لمكانه لحد ما يكون متعلم بالشكل الكافي فيلمنا دكتور استرينج in the multiverse of madness بيبدع مع شخصي ديفندر استرينج وامريكا تشيفاز وكانوا بيحاولوا ويجروا من وحش بطردهم ويوصلوا لكتاب سحري وديفندر استرينج بيحاول يدمروا لكن ديفندر استرينج مش بيقدر عليه فبيقول لامريكا تشيفاز انا اسف عليها عمله وبيستخدم قوته في انه يسحب قوتها ليه احسن ما الوحش ده يسحب قوتها لكن الوحش ده بيموت استرينج وبتطلع تشيفاز تجري منه والوحش بيمسكها وتشيفاز بتستخدم قوتها وبيمساعدة من ديفندر استرينج قبل ما يموت بتقدر انها تفلت منه وبعدها بيصحى دكتور استرينج اللي نعرفه وبيطلع انه كان بيحلم باللي حصل من شوية وبعدها بنشوفه وهو بيحضر فرحة دكتور كريستين وبيكون متضايق لانهم كانوا بيحبوا بعض وبيكلمها وبيقول لها انا عارف اني قللت اهتمامي بيكي بس ده كان غصب عني علشان احميكي وهي قالتلو انا ما كنتش بحبك علشان انت المفروض الشخص اللي بيحمينه وده خلاني احترمك مش احبك وراح قال لها انا سعيدة علشان انت سعيدة وسبت ومشيت وبعدها استرينج بيشوف الناس في الشارع بتجري وخايفين من حاجة فنط ولبس لبسه في الهوى وراح علشان يشوف فيه ايه وبيلاقي في حاجة مخفية نازل لتدمير في الاوتوبيس وبيقدر يخلي الوحش ده يظهر وبيبدأ يهجمه وكان فيه واحدة في الاوتوبيس هتوعى فبعت العباية بتاعته علشان تنقذها وبتطلع ان الوحدة دي امريكا تشيفز والاختابوت ده بيرمي عليهم الاوتوبيس بس استرينج بيجيبه لصين وسترينج بيبص لها وبيقول لها انا حاسس اني عرفك وبيفتكرها من الحلم والاختابوت ضربه وهو مش مركز فغاب عن الوعي وطلع جري ورا تشيفز ومسكها بس بيتدخل وانجو بيحررها وبيبدأ يهجمه وبيفوق استرينج وبيواجهوا الاختابوت ده هما الاتنين وفي الاخر استرينج بيجيب عبود من الشارع وبيدبها في عينه وبيموته نهائيا وبعدها بيروحوا لتشيفز وبيقول لها استرينج انا شفتك في الحلم مبارح وهي قالت له ده ما كانش حلم ده حصل بجد بس في كون تاني والموضوع شكله يحمس فراحوا قعدوا مع بعض في مكان علشان يتكلموا وسترينج حكى لها عن تداخل الاكوان اللي حصل في فيلم سبايدر مان اللي فات وتشيفز بتقول لدكتور استرينج ما بين النسختين اللي انا قبلتهم ليك مش انت الشخصية المفضلة الصراحة وهو مستني منها يعرف ليه كان فيه وحش بيهاجمها فقالت له ان الوحش ده عاوز يخطفني وهو شغال عند الشطان وعاوزين يستحوزه على قوتي ولما سألها استرينج ايه هي قوتك قالت له انا بعرف اتنقل ما بين الاكوان ودي قوة رهيبة وصدمة استرينج ووونج بس هي مش بتعرف تسيطر وتستخدم القوة دي الا لما بتكون خايفة وساعتها القوة دي بتشتغل وبتنقل ما بين الاكوان فسألها استرينج هالنسخيتي التانية قدرت تتغلب على الشطان ده قامت هي مكلمة عن الكتاب السحري اللي كانوا بيجروا عليه في اول الفيلم وان الكتاب ده بيزود السحر بالقوة الكافية علشان يهزم اعداؤه فقال لها ده كتاب اسمه فيشانتي وده كتاب مش حقيقي ومجرد خرافة بس وونج قال له لا ده حقيقي واكتشفته لما بقيت السحر الاعلى وبيقول لها بس ده صعب ان حد يلاقيه قالت له اه بس احنا لايناه والشيطان جيري ورايا وروحت لديفندر سترينج بس مقدرش يساعدني ودكتور سترينج قال لها يزبتيلي ان كلامك ده صح فقامت موديهم لجزء الديفندر سترينج اللي كان معاها بعد ما مهد وبيتأكد دكتور سترينج انه ما كانش حلمي فعلا وبيستنتج اللي حصل وبيقول شكل الاحلام ما هي اللي حياتنا بس في الاكوان التانية وبعدها دكتور سترينج دفنوا وونج بيسأله تعرف حد بيفهم في الكلام ده وسترينج قال له ايوة وطبعا كان يقصد واندا وبعدها بنروح لواندا وعيالها وهي مبسوطة معاهم وبعدها بتسحى من النوم وكانت بتحلم برضو ودكتور سترينج بيروح يقابلها وواندا كانت مفقرة جاي علشان يتكلم معها عن اللي حصل في وست فيو اللي حصل في حداث مسلسل واندا فيجين بس سترينج قال لها لا اذا مش جاي علشان كده وسألها تعرف في ايه عن الاكوان المتعددة وحكى لها قصة شيفاز وبيقول لها احنا ودينيها الكاميرتاج وبيعرض عليها تيجي لهناك بس واندا بترفض وبتقول له خليها تيجي هنا وانا هحميها وبيطلع اصلا ان واندا هي اللي كانت بعتها لاختبوت اللي كان بطارد امريكا شيفاز في اول الفيلم وبتخلق الجدار احمر وبتقول له انا هسيب الكون ده وهروح كون تاني اكون فيه مع عيالي وبتقول له اكيد لو فيه كون انت ساعد فيه فاكيد هتتمنى انك تعيش هناك وهو بيقول لها اللي انت عاوزة تعمليه ده يعتبر انتهاك لقوانين الطبيعة لو خدت القوى من الشيفاز وهي بتقول له ان التضحية بتبت دي هتكون للصالح العام وهو بيقول لها ده المبرر اللي بيقوله الاشرار فراحت قالت له لما انت اديت حجر الزمن لسانوس مش انت برضو خالفت القواعد للصالح العام ليه لما انا بقى خالف القواعد اكون الشريرة وقالت له انت هتروح تجيب امريكا شيفاز قبل المغرب في هدوء وسلام وبعدها مش هتشوفني تاني ولما سترينج سألها ولو ما جبتهاش ايه اللي عيحصل فقالت له ساعتها مش واندا اللي هتيجي تاخدها لا ده اللي سكارل لتويتش هي اللي هتيجي تاخدها وهي قصدها انها هتستخدم كل قوتها علشان تجيبها وللعلم هي اقوى بكتير من دكتور سترينج وبيروح سترينج يعرف وونج وبيقوله لو واندا استحوزت على قوة تشيفاز ممكن تدمر الاكوان كلها وونج بيبلغ الصحراء انهم بيجهزوا علشان يدفعوا عن كامرتاج وبعدها الجاو بيبدأ يغيب وبتظهر واندا وسترينج بيروح لها وبيحاول يهديها وهي بتقوله انه نسفت دماغ الراجل اللي بحبه وضحيت بحاجات كتير وبتعرض عليه انها تاخد تشيفاز وهتودي لكون يكون فيه متجاوز كريستين وعايش معها بس هو طبعا رفض وكامرتاج كلها بدأت تستعد للحرب وواندا بتقوله اللي هيحصل مني ده هو اكتر تصرف عائل عندي وبتهجم على استرينج بس كل الصحراء بيعملوا جدار عازل لكامرتاج كلها وبيدفعوا عنه وواندا بدأ اتهاجم وتدمر الجدار ده وبتعمل تلاعب بعقل واحد من الصحراء وبتخليه يجري وهن الجدار اتفك وبدأ هجوم واندا الحقيقي وكل هجماتهم عليها مش بتجيب نتيجة وسترينج بيقمر بالتراجع فورا وواندا بتنزل لهم وبتشوف استرينج وبيقولها لو عاوز البيت فلازم تعديني لأول فقالت له ماشي ولما تقدمت خطوتين داست على فخ كانوا عاملينه والمكان اتغير ولاقت نفسها في مكان شبه بعد المراية واي هجمة منها مش بتعدي اصلا من البعد دا وسترينج كان لسه يهرب تشيفاز بس لقوا واندا تصرفت وعرفت توصل لهم وسترينج حاول يقناح انها ما عندهاش عيال وانه بتخلقوا من الصحر وهي قالت له لأ موجودين وموجودين في كل كون وكنت باحلم بيهم في كل ليلة واثبتت كلامها ووريته بانهم عايشين في كل الاكوان وسترينج حاول يغفلها ويهجم عليها وهي بتحكي بس محاولته فشلت ورمته هو وونج على جنب ومسك تشيفاز وبدأت تصحب قوتها وهنا تشيفاز اتعصبت ففتحت بوابة الاكوان تانية واسترينج نطع عليها علشان ينقذها وواندا ضربته في ظهره امواخد تشيفاز في حضنه وقعدوا يتنقلوا ما بين الاكوان وكل كون كانوا بيصحوا فيه على حسب دا كون ايه يعني مرة مثلا كانوا في عالم كرتون فبقوا كرتون ومرة دهانات فبقوا دهانات لحد ما استقروا في نيويورك بس في كون تاني وشكله كان يكون متطور تكنولوجيا وطلب منها انها تفتح بوابة ويرجعوا تاني بس هي قالت له انا مش بعرف اسيطر على قوتي ولما سألها عن نسختها في العالم دا وانها ممكن تساعدنا قالت له انا دورت على نفسي في كل العوالم وما لقتش غيري حتى انا وعمري محلمت وقادت له ما تيجي ندور على كتاب في شانتي وندور على وسختك اللي في العالم دا علشان هو اللي هيعرف يساعدنا وهو وافق وتحمس للفكرة دي وهما في الشارع في واحد بيوقف سترينج وبيقول له انت سرقت العباية دي من مدحف دكتور سترينج ودكتور سترينج استغرب ان في مدحف معموله في العالم دا وبعدها بيوقف قدام مكان اسمه ميموري لاين وده بيقدر يعمل مسح للشخص اللي واقف ويفتكر له اي ذكرى ليه وبيتعرض لسترينج مشهد ليه مع كريستين وهي بتدي له هدية فهو تدايق وتحرك ولما تشيفاس جربت التجربة دي شافت نفسها مع امها ومع امها وهو ده المشهد اللي ما تعرضش الفيلم بسببه ان شخصية تشيفاس دي عندها امين مش ابو وام وبتشوف ان في نحل قراصتها فتعصبت وفتحت بوابة الكون تاني وشفتت امهاتها يال لفدهية ودي حادثة متدايقة منها تشيفاس علشان ما شافتهمش من ساعتها وسترينج بيطيب خطرها وبيقولها ان شاء الله تقبليهم تاني وبعدها بيوصلوا عندي تمثال دكتور استرينج وكان مكتوب تحتيه ان دكتور استرينج ضحب حياته علشان يقتل سانوس وبعدها بيشوفه موردرو واقف وسترينج بيقولها ان موردرو في العالم بتاعي يكرس حياته كلها علشان يحاول يقتلني وموردرو بيقوله الا كنت حاسس ان اليوم ده هيجي يا خويا وبيحضنه وبيقوله تعالي حكيلي عن الكون بتاعك ولما استرينج بيخش بيحكيله عن كل اللي حصل وبيقوله واند عندها القدرة باستخدام كتاب اسمه دارك هورد انها تصخر لوحوش وتهاجم تشيفاس في العالم ده وموردرو قاله بس الكتاب ده في حاجة اخطر وان ممكن تلاو نفسكم بتواجهوا السكارل تويتش بنفسها بس بجسم حد تاني وسترينج سأله عن كتاب في شانتي وعاوز منه يساعده ويلاقيه وموردرو قاله ده نقييد الدارك هورد ومفيش منه غير نسكها واحدة في الاكوان كلها لكن مرة واحدة هم اللي اتنين بيدوخوا اغمى عليهم وكان موردرو حاطت لهم حاجة في الشاي وبعدها واند باستخدام الكتاب بتروح للعالم اللي هم فيه وتحديدا للبيت اللي واند عايش فيه مع عيالها وبتقدر انها تسيطر على واند اللي في العالم ده وتتحرك بيها وفي العالم بتاعنا بنشوفها وهي عاملة تعويزة دي وبتكون رابطة واند وبييجي سحر من وراه وبيطلع سكينة وبيجري على الكتاب وبيقطعه وبيتحرق وبيموت وساعتها التعويزة بازت وبتروح لوانج وعاوزة تعرف منه التعويزات اللي في الكتاب وبتهدده بالسحر بتاعه فوانج وافق وقال لها هوديك للجبل اللي كان مكتوب في التعويزات بس المشكلة انه محدش بينجو من الرحلة دي فقالت له مش مشكلة هنكون احنا الاستثناء وبعدها بيفوق دكتور سترينج وبيلاقي نفسه محبوص هو وتشيفز والسحر بتاعه مش شغال بسبب الكلبشات اللي لابسها ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي الدكتورة كريستين قدامه وبتقوله انتو دلوقتي في منشأة ابحاثه بتخضعوا للفحص علشان انتو منكون مختلف وبعدها بيخش عليهم موردرو وبيقوله المتنورين هيقابلك دلوقتي والريبوتات بتاخده وبتودي ليهم وبيعرفوا نفسهم كارار موردرو السحر الاعلى وكابتن كارتر اول وضو في الابينجرز وبول تيجنر مالك الان هيومنز وكابتن مارفل المدافع عن الاكوان واسكى رجل على الارض ريد ريتشارز من فرقة الفانتاستيك فور وبيقولوله ان مجيك لهنا بيزعزع استقرار الواقع وكل ما بتتقدم بخطوة بتتسبب في كارثة ومجيك لهنا ممكن يضمر الكونين بتوعنا ونسختك في الكون بتاعنا هي لشكلة المتنورين واحنا دلوقتي متجمعين علشان نشوفها نعمل فيك ايه انت والبت اللي معاك وبيقولهم سترينج انا مش اخطر من سكارل تويتش فقال له ريتشارز ان من واقع خبرتنا ان سترينج دايما هو اخطر حد بيهدد الاكوان فسترينج استغرب وبيقولهم ازاي ده دكتور استرينج بتاعكم ضحب نفسه علشان يقتل سانوس وبعدها بيدخل تشارلز اكزيفيار وبيقول احنا المفروض نقوله الحقيقة وان استرينج بتاعنا ممتش بالطريقة دي وبعدها بنروح لواندا وونج لما وصلوا للجبل ولما بتقدر واندا تقرأل على الحيطان بترمي وونج من على الجبل وبترجع تاني تكمل التعويزة وبتسيطر تاني على واندا وبتطلع برا البيت وتشارلز بيقول لسترينج اننا اتحدنا علشان نحاول نهزم سانوس بس استرينج بتاعنا استخدم كتاب الداركورد وبتدى يتنقل ما بين الاحلام لعله وعسى يلاقي الحل في الاكوان التانية وما كانتش يلاقي حل وفضل يدور واعترف انه كان بيدور في الاحلام وساعتها قالنا ان الامور خرجت عن السيطرة وبسبب تنقله عبر الاحلام دمر كون كامل لوحده وسترينج بتاعنا برضو كان بيدور على كتاب في شنطي في الاكوان المتعددة وتشارلز بياخده وبيوديه ما بعد معركتهم مع سالوس وانهم اضطروا يقتلوا دكتور استرينج بتاعهم علشان بقى خطر عليهم وبنقولوا تمثال علشان العالم محتاج ابطال ياخدوهم كمسال اعلى والقرار بتاعنا في قتل دكتور استرينج كان مهم بعد معرفنا فين قدرات اي دكتور استرينج ممكن تودينا وبعدها بيجي لهم اختراك امني وبيشوفوا واندا وهي بالضمر الروبوتات وبيقوم المتنورين علشان يوقفوها وتشارلز بيقول استرينج انت لازم تهرب وتاخد تشيفاز وتاخد كتاب في شنطي احنا مخبيينه هنا وبيقول وانا وثق فيك وهنشوف معدلك الحقيقة واثبت لنا ان مش كل الدكتور استرينج شبع بعض وقبل ما واندا كانت هتوصل لتشيفاز بيجولها المتنورين وفي حركة اللي حركة واندا قتلت اول اتنين فيهم وكابتن مارفل وكابتن كارتر بيهجموا عليها وكابتن كارتر مش بتقدر عليها كتير وبتموت هي كمان وكابتن مارفل الوحيدة اللي كانت ندا لها بس ودعت في الاخر وكل دا مودرو ما كانش موافق يدي لسترينج الكتاب وفيدل وقافين زي ما هم وسترينج اتخنق منه وفيدل يستفز فيه لحد ما مودرو كان هيقتله وسترينج يعرف يلبسه الكلب شات ويهزمه وهرب منه وواندا وصلت لتشافاز بس لقيت تشارلز داخل عليها وبيستخدم قوته ودخل جوه عقل واندا وكان بيحاول انكز واندا المحتجزة من سكارلت ويتش لكن حتى تشارلز اكزيفير مش بيقدر عليها وبيوضع هو كمان واكتشفت واندا ان كريستين هربت تشافاز وهم في السكة قبلوا دكتور استرينج وبيطلب من كريستين انها توديه لكتاب الفشنتي وكريستين كانت رفضها بس تشيفاز بتقنحها ان دكتور استرينج ده مختلف عن اي دكتور استرينج تاني وبتوديهم لمكان الكتاب وواندا بتلاحقهم وسترينج بيعرف يعطلها شوية وبيوصلوا للخزنة اللي فيها الكتاب وبيفتحوا الخزنة وبيخشوا مكان عبارة عن فراغ ما بين الأكوان وبيروح استرينج للكتاب وبياخده لكن بتوصل واندا وبتاخد تشيفاز وبتهاجم استرينج والكتاب بيتحرق وتشيفاز فتحت بوابة الكون تاني وواندا رمت استرينج وكريستين في البوابة دي وسيطرت على تشيفاز وخليتها تفتح بوابة للكون اللي فيه واندا بتاعتنا وتشيفاز اترمت قدام واندا وسترينج وكريستين بيروحوا الكون شكله قرب ينهار وقدر يوصلوا البيت الصحراء في العالم ده وسترينج دخل لوحده ولقى دكتور استرينج بتاع العالم ده وكان الساحر الاعلى واسمه سوبريم استرينج وسوبريم استرينج قال له اثبت لي انك دكتور استرينج فعلا ومن كون تاني فسترينج حكي له قصة اختهم الصغيرة اللي ماتت وهو صدقه ولما سألوا انت جاي هنا ليه قال له انا بس عاوز ارجع للكون بتاعي وسترينج اكتشف انه بيحرص على كتاب الدارك هورد في العالم ده وطلب منه ياخد الكتاب ده علشان يرجع للعالم بتاعه بس سوبريم استرينج لفض وقال له ان استخدابه ليه عواقب وخيمة فقال له استرينج وهو فيه خسائر اكتر من اللي انت فيها فسوبريم سأله هو انت سعيد يا ستيفن اصلي ده السؤال اللي سألتهني كريستين لما كانت بتتجوز وقلت لها اه انا سعيد ورجعت البيت وانا اصلا مش سعيد وعدت ادور على كون اكون فيه سعيد مع كريستين بس ما لقيتش ولما استخدمت الكتاب ده حصل الدمار اللي انت شايفه ومرة واحدة طلعه وعين فراسه وسترينج قاله طيب يديني الكتاب علشان ترتاح من اللي انت فيه فقاله ولم وافق اديك الكتاب بس يتديني كريستين اللي في العالم بتاعك ودكتور استرينج طبعا رفض وسبريم قاله كما توقعت وبدأوا يواجهوا بعض وسترينج بتاعنا قدر ينتصر ورمى من المعبن من فوق السيخ ويعرف ياخد الكتاب وبعدها بنلاقي وانج مغم عليه بعد ما وقع وبيفوق وبيحاول يتسلق ويرجع تاني وبتكون وانج بدأت تسحب كوة تشيفاز وسترينج بيستخدم الكتاب وبيلاقي الكون اللي فيه وانج واتشيفاز وبيصحي ديفندر استرينج اللي دفنه في اول الفيلم وبيستخدمه كأنه هو وبيقوم زي الزومبي وبيروح عند وانج وبيقدر يصخر اروح ميتة وبيخليها تهجم عليها وحبسه بمساعدة وانج لكنها بتتحرر وانج قاله استحوز على كوة تشيفاز علشان ما فيش فرصة تانية بس هو راح قالها انها عندها قوة مهولة وتقدر تهزم وانج وساعتها وانج تحررت ونيامت وانج وسترينج على الارض وتشيفاز قامت وهجمتها وكانت قوية فعلا وانج بترد عليها قامت تشيفاز موديها الكون في وانج وعيالها والعيال خافوا منها وانج قالت لهم انا ممتكم وضربت امهم اللي كانت معاهم فالعيال خافوا منها اكتر وكانوا رفضينها وقعدت تعايت وبعدها تشيفاز رجعتها للكون بتاعها تاني وبأمر من ستيفن رحت فتحت بوابة ومشيت هي ووانج وانج ندمت عن اللي عملته وقالت انا اللي فتحت كتاب الدارك هورد وانا اللي لازم ادمره وبدأت في تدمير الجبل وستيفن بيلاقي ان كتاب الدارك هورد اللي عنده تحرق يعني وانج كده حرقت كل الكتب في كل الاكوان ولقى ان تشيفاز فتحت بوابة وجات له ورجعت كل حاجة لامورها الطبيعية وتشيفاز بقت بتتعلم انها تبقى سحرة وبتشكر دكتور سترينج على كل اللي عاملوا معاها وبعدها سترينج كان ماشي في الشارع وبيقع على الارض وبيقعد يزعى وبيطلع من وشه عين تالتة ودوارد يكون معناه انه اكتسب قدرات جديدة او ممكن يكون ليه علاقة بسبريم سترينج لسه مش عارفين وبعدها في واحدة بتقابله وبتقول له انت عملت مشاكل في الزمن وبتفتح بوابة وبتقول له انت هتيجي معي علشان نصلحها وبتظهر في وشه العين التالتة وبيوافق يساعدها والله او عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملو لنا لايك وشيرو سبسكرايب للكانا وبي باي